وفي إطار زيارة جلالته لجمهورية مصر العربية الشقيقة فقد تعهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة ببناء ثلاثين معهدا أزهريا على مستوى محافظات الجمهورية ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفقا لبيان صادر عن الأزهر وجه شكره وتقديره لعاهل البلاد المفدة على هذه المبادرة مؤكدا أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف البحرين الداعمة للأزهر الشريف وقضايا الأمة العربية واستمرار لجهودها للحفاظ على الثقافة الإسلامية والهوية العربية وكان عاهل البلاد المفدة قد التقى بفضيلة شيخ الأزهر أمس بمقر مشيخة الأزهر وتناول اللقاء عدة قضايا عربية وإسلامية وسبل التعاون بين مملكة البحرين والأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال والتأكيد على أهمية دور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف